ده كلامنا نهاردة فرح بموضوع بيتعلق بالمواطن المصري جميل موضوع مهم جدا خلينا اقول لحضراتكم في البداية ان ما فيش شك ان المواطن لما بيلاقي حد بيعبر عنه عن مشاكله عن احلامه عن طموحاته وبيكون في وسيلة لحلها للمشاكل المختلفة اكيد طبعا وضعه بيتحسن انا هنا بتكلم تحديدا عن ايه؟ عن مجلس النواب مجلس النواب اللي بيعتبر اهم سلطة تشريعية في مصر وهو اللي بيقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كمان ليه دور مهم وهو ممارسة الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية عشان كده لازم يكون نائب البرلمان على قد المسئولية دي يكون حريص انه يقدم حاجة تنفع بلده في الاساس وبعد كده يكون ليه دور في توفير الخدمات المختلفة لمحافظته بعد كده لابناء ديرته الانتخابية ولا ايه فرحة؟ فعلا يا هند عايزة اقول انه نائب البرلمان عليه دور كبير جدا في المسئولية الاجتماعية والحقيقة احنا عندنا 596 نائب في البرلمان وعشان يكون كمان صرحاء مش كلهم بيقدوا الدور الاجتماعي المطلوب وده شيء طبيعي بيحصل في كل دول العالم عشان كده منتعامل او بتتعمل انتخابات للبرلمان عشان يتم فرز اعضاء البرلمان واختيار الاصلح واستبعاد العضو اللي مقدمش حاجة تنفع بلده واهل دايرته طبعا الكلمة الاولى والاخيرة هنا بتكون للمواطن اللي بيختار من يمثله في البرلمان في انتخابات مجلس النواب خيئي اقولك فرح ان مبارح لفت انتباهي مجموعة كده من الاخبار اللي عايز اتكلم فيها مع السادة المشاهدين على المواقع الالكترونية كان فيه خبر لفت انتباهي قوي وهو بيرصد فرحة اهالي الجيزة بعد تقدم رجل الصناعة ورجل الاقتصاد الوطني الاستاذ محمد ابو العنين باوراق ترشحه لخوض الانتخابات التكملية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة نزولا على رغبة الاهالي والاخبار دي اتكلمت على ان رجل الصناعة ورجل الاقتصاد الوطني الاستاذ محمد ابو العنين اتعرض لضغوط كبيرة جدا من اهالي الجيزة المخلصين خلال الايام اللي فاتت عملوا ايه؟ عملوا حاجة حلوة جدا لو بتدل بتدل على حبهم لي ومدى الخدمة اللي قدمها لهم الاستاذ محمد ابو العنين على مدار السنوات اللي فاتت كلها راحوا بيته اجتمعوا معاه علشان يقنعوا ان هو يترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة بعد خلوه مقعد النائب محمد بدوي دي سوقي لوفاته اكد الاهالي ان هم عندهم الرغبة الشديدة جدا واحتياجهم لمن يمثلهم بقوة بمجلس النواب وان الاستاذ محمد ابو العنين اكثر من يعلم مشاكل دائرة الجيزة ارتباطا وقربا لأهالي دائرته طوال السنين اللي فاتت كلها فعلا يهم ده هو ده اللي احنا اكدنا عليه في البداية انه عضو البرلمان يكون ليه دور كبير في المجتمع حتى لو ترك البرلمان ورجع له مرة تانية بعد سنين وده فعلا اللي شفناه في اصرار اهالي الجيزة على ترشح رجل الصناعة محمد ابو العنين عن دائرة الجيزة وقدام الاصرار ده ما كانش قدام الاستاذ محمد ابو العنين غير انه يستجيب ويقرر الترشح للانتخابات التكملية لنواب بعد ما تقدم بالتحية والتقدير لأهالي الجيزة على روح الجميلة والمشاعر الطيبة اتجاههم اذا اقول لك فرح ان الاستاذ محمد ابو العنين اخذ قرار من سنوات بالابتعاد عن معترك الحياة السياسية والبرلمانية وقدنا شفنا ده لكن نركز بشكل قوي جدا في الصناعة في تنمية الاقتصاد الوطني وازاي نساعد مصر على النهوض كدولة صناعية كبرى كمان كان ليه دور بقى مهم جدا 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 لا يقل اهمية عن هذا الدور وهو كشف حقيقة ما يحدث في مصر بالخارج وده طبعا بحكم ما يمتلكه من علاقات خارجية قوية بصناعي القرار بشكل عام ده قاستو الشرفية للبرلمان القرار متوسطي اكد كمان امبارح انه كان رافض الترشح لانتخابات مجلس النواب لكنه واجه الكثير من الضغوط بحب طبعا من اهالي الجيزة المخلصين ومحبي وامام رغبتهم الجارفة والكبيرة دي مقدرش يرفض طلبهم وقال انا واحد منهم اكد كمان انه سعيد بعودته لممارسة الحياة النيابية واعتبر ان في حال نجاحه ان شاء الله في الانتخابات انه شرف ليه العودة للحياة النيابية مرة تانية في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فكل التحية والتقدير لرجل الاعمال ورجل الصناعة والاقتصاد الوطني الاستاذ محمد ابو العنين مش بس على هذه الادوار اللي اتكلمنا عنها لكن لانه فعلا مواطن مصري كل مشروع بيدخله بيكون هدفه هو تنمية الاقتصاد الوطني كل جوالاته الخارجية دايما بيكون عينه على مصر بيتكلم دايما على ازاي ممكن ننمي اقتصادنا ننمي السياحة ننمي الصناعة ننمي الاقتصاد بشكل عام ونجدب مزيد من الاستثمارات هنا وده مش كلامي ده دور اللي قام به الفترة اللي فاتت وكمان الدليل على كده حب دايرته في محافظة الجيزة لي لانه هو قام بالدور ده حتى وان كان دور نائب في البرلمان لكن هو قام به حتى ولو هو ما كانش نائب في البرلمان فهو عمل ده فعلا يفرح قبل ما يترشح طبعا عندي فعلا وكل التوفيق ان شاء الله في الانتخابات